حياكم الله مشاهدي الأحبة بغية تمكين الصحافة العراقية من القيام بأدوار أكبر ومساحات أشمل زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي مقر نقابة الصحفين برفقة وفد الرفيع المستوى بناء على دعوة سابقة مشيدا بخطواتها النوعية في التعريف بالتجارب العراقية في المحافل الخارجية هذه الزيارة التي تعد رسالة اهتمام وتواصل استثنائية من القيادات السياسية ستعزز من فرص تمكين العمل الصحافي في العراق وحق الحصول على المعلومة وفق مبدأ المسئولية المهنية فحرية التعبير لوسائل الإعلام أمر أساس لعمل المجتمعات الديمقراطية كونها مجهر المراقبة وذات التماس مباشر مع الشارع أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة فبنسخته الثالثة تستضيف بغداد مؤتمر المياه الدولي أحد مرتكزات الحلول اللي يعول عليها في تهيئة أرضية لاتفاقيات تقاسم حصص المياه والتقليل من مخاطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وهذا غير ممكن من دون منصة تعاون كبيرة في العلاقات الدولية ولدرء هذه المؤشرات لا بد من العمل الجاد والتخطيط السليم لترشيد الاستهلاك خاصة وأن الحكومة العراقية أولت هذا الملف اهتماما كبيرا في الوقت الحالي حصادنا لهذه الليلة راح تناول هذين الملفين تتفضلوا بقاويان ومتابعتنا زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي برفقة وفد رفيع من المجلس الأعلى نقابة الصحفين العراقيين وأشدد على أهمية أن تأخذ الصحافة العراقية مساحة المساهمة الإيجابية في إطلاع الشارع على حملات الإعمار والبناء الحالية فضلا عن مراقبة مكان من الضعف والخلل في الأداء نتابع هذا التقريب ومن ثم نفتح محاور الحديث مع عظيفنا الكرام واستمعنا منهم عن عمل هذه النقابة جهدها المتواصل ودورها المهم في التعريف بالتجربة العراقية الجديدة بطولات هذا الشعب بإنجازات هذا الشعب على الصعيد العالمي والعربي من خلال أن يكون هو باعتبار موقعه في رئاسة النقابة وفي رئاسة الاتحاد البرلمان الصحفيين أن يكون له صوت أمين في نقل هذه التجربة في التعريف بهذه التجربة بإنجازات هذا الشعب في مكافحة في التحديات التي مر بها وكان صوت أمين وبالتالي كان لها دور طيب في التعريف بهذه التجربة أكيد زيارة سماحة الشيخ همام حمودي لمقر نقابة الصحفيين العراقيين في الفترة التي نحتفل بها في اليوم العالم لحرية الصحافة هي دعم كبير ودعم مؤثر للأسرة الصحفية العراقية ورسالة واضحة للعالم بأن الجهات القيادية في العراق مثل شخصية سماحة الشيخ داعمة للصحفين ولحركة الصحفين ولعمل الصحفين ولجهد الصحفين اليوم الزيارة كانت دعم حقيقي للأسرة الصحفية العراقية نحن نشيد بدور سماحة الشيخ خلال الفترة بعد سقوط النظام البائد لغاية الآن الخطاب المعتدل، الخطاب المحبة، خطاب السلام، خطاب التقارب الحقيقة هذا التواصل لا بد أن تفعيله وديمومته لغرض رسالة إلى جميع الصحفين بأن هناك حرية لتلقي المعلومة وطرح الرأي الحر بالشكل الإيجابي من جانب ومن جانب آخر حقيقة نحن كثير من طالب بهذا العنوان عنوان حرية الرأي للصحافة العراقية ومن شأنها تقويم العجاج الموجود في أذاء وعمل الحكومة وتحسين الوضع للبلد عامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الإسلام العراقي بما أنها تعطي رسائل واضحة ودالة بالاهتمام بالأسرة الصحفية في العراق نتحدث عن تعشيق التواصل بين المؤسسة السياسية والمؤسسة النقابية خصوصا في موضوع الإعلام والصحافة بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أستاذ أحمد لأخي العزيز أستاذ هادي ولجميع متابعي قناة الأيام بالحقيقة كانت زيارة سماحة الشيخ مام حمودي هذا اليوم إلى مبنى نقابة الصحفيين ولقاءه بالسيد النقيب والأسرة الصحفية من مسؤولي اللجان والهيئة الاستشارية هي في البداية للتبريك والتهنئة باليوم العالمي لحرية الصحافة وكذلك لتأكيد الموقف السياسي من دعم حرية التعبير وتمكين الصحافة الحرة تعلم أن الدستور العراقي في المادة 38 قد كفل حرية التعبير والصحافة فهذه مبادئ دستورية انبنى عليها النظام السياسي بعد 2003 ولك أن تعلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما أعلنت الثالث من أيار يعني يوما عالميا لحرية الصحافة أي من 30 سنة لم يكن العراق آنذاك في هذه المساحة التي تعبر عن حرية التعبير عن الرأي بل كانت سجون النظام السابق تعج بسجناء الرأي اليوم بعد 2003 نحن نفتخر في العراق أنه ليس لدينا سجناء رأي بل نحن نتمتع بمساحة واسعة من حرية التعبير وحرية الصحافة كما كفلها الدستور هذه الزيارة اليوم حقيقة جاءت لتؤكد هذه المباني الأساسية التي تنبنى عليها النظام العراقي تعلم جنابك أن الصحافة والإعلام سلاح ذو حدين فكما أن بإمكان الصحافة الحرة وبإمكان الإعلام الحريص أن ينقل الحقائق وينقل الصورة إلى الرأي العام سواء في الداخل أو الخارج كما هو على الأرض ولا يزيف الحقائق لأن في هذه النقلة للحقائق والوقائع يترتب مواقف بالمقابل يعني نحن في العراق لعله من أكثر شعوب المنطقة عانينا من هذه المسألة بعد 2003 وحتى من قبل 2003 لم يكن هناك في السابق صحافة موضوعية إعلام يتبنى أن يكون سفيرا لقضايا الشعب العراقي بحيث كانت مظلومية أبناء الشعب العراقي أمام الرأي العام العالمي مغيبة بعد 2003 لاحظ أن كل ما يمكن أن يشخص من نقاط قوة من إيجابيات لم يكن الإعلام يستهدف ولا الصحافة تذهب باتجاه أن تظهر أن هناك على الأرض تقدم ملموس أن هناك دستور يعني لا يرقى إليه دساتير كثير من دول المنطقة أن هناك نظام سياسي وطني أن هناك حرص لدى القوة السياسية الوطنية كان هناك هجمة ماكنة إعلامية تعمل بالضد لهذا نقول أن الإعلام والصحافة سلاح ذو حدين اليوم نلمس هذه الحرية ذهابنا إلى نقابة الصحفيين لتأكيد هذا الدعم لهذا الدور الذي يتبنى أن يكون سفيرا مؤتمنا صادقا لنقل الصورة الواقعية كثير من حكومات العالم من الأنظمة يعني صارحوا السياسيين العراقيين عندما يطلعون على كثير من التفاصيل بأن الصورة التي تنقل عن العراق ليست هي الصورة التي على الأرض وقريبا في الأمس القريب بطولة خليجي 25 كيف كان العرب مدهوشين من أن العراق بهذا الوضع الآمن بهذه الأريحية التي يعيش أبناء الشعب العراقي فيه بهذه الخدمات المتيسرة بقدر جيد في هذا المكان بحيث دول قريبة ذات إمكانيات ورفاهية واستقرار يعني بدأت تحسدنا على ما عندنا من بعض الخدمات وبعض التوجهات وهذه مشكلة بنيوية في الصحافة والإعلام العراقي بأنها يعني بخلاف البلدان المجاورة بأنه هناك إعلام موجه لتحسين الصورة النمطية لهذا البلد أو ذاك ولكن للأسف في العراق الإعلام الموجه يأتي بالضد من هذه المفاهيم ولكن وصلت الصورة في أي إناء أتت وأكو هناك بث لهذه الإيجابية ليعيش به الشعب العراقي أستاذ هادي نقابة الصحفيين برئيسها الحالية السيد اللامي وفقا لما تفضل به السيد الدفاعي تحتل موقع متميز داخل الأسرة الصحفية والإعلامية ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العربي بالتالي هذا ما يعني نافذة أكبر في إيصال وجهة نظر العراق اللي هستدنا نتحدث عنها بهذه الرسالة الاتصالية للخارج نعم شكرا جزيلا سيد أحمد وتحية للدكتور علي الدفاعي والجمهور الكريم اليوم الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى زار نقابة الصحفي العراقيين مع وفد رفيع والتقى نقيب الصحفيين رئيس تحاد الصحفي العراق سيد مؤيد اللامي ومجلس نقابة الصحفي العراقيين وكانت مالك تغطية إعلامية استمع السيد والشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى شرح مفصل قدمه السيد النقيب عن دور النقابة والإنجازات التي تحققت خلال المراحل الماضية وطبيعة التواصل الإعلامي ودور النقابة في نشر السلم الأهلي ومبادئ التسامح والتواصل والدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة وكذلك العلاقات الخارجية ومحاولة رسم صورة مشرقة للعراق في الخارج وجذب العرب ليكونوا جزء من المعادلة وجذب أيضا الأجانب من دول مختلفة من العالم خاصة وأن العراق سيشهد يوم 15 و16 و17 حزيران شهر السادس المقبل أكبر تجمع دولي في العراق برعاية رئيس الحكومة السيد محمد الشعاع السوداني تقيمه نقابة الصحفيين العراقيين الذي سيحتضن في بغداد المؤتمر الهيئة العامة لاتحاد الصحفيين العرب وبحضور شخصيات من كل الدول العربية ورؤساء الاتحادات والنقابات العربية وفود رفيعة المستوى من كل وسائل الإعلام العربية وكذلك الأجنبية ومن أوروبا ومختلف أنحاء العالم وموثلين عن الاتحاد الدولي للصحافة وستكون هناك النشاطات مكثفة في حديقة الزوراء حيث ستقدم كل محافظة عراقية شيئا عن تراثها وعن فنها وعن حضورها وعن تأثيرها وسيكون هناك احتفالات في قرية الدجلة واحتفالات في القصر الأعضبية واحتفالات في نقابة الصحفي العراقيين واحتفالات في فندق الرشيد وتكريم عوائل شهداء الصحافة العراقية بمبالغ مالية وكذلك تكريم الصحفين الرواد والمبدعين ودعوة كل الصحفين العراقيين من كل أنحاء العراق للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى لحياء ذكرى تأسيس أول صحيفة عراقية عام 1869 وكذلك تأكيد دور العراق وحضوره لدى العرب ولدى الأجانب وكذلك نشر صورة أخرى مغايرة للعراق غير صورة تقليدية وأن البهجة بدأت تنتشر في العراق وأن الأضواء بدأت تنير العراق وأن العراقيين عادوا فعلا إلى الواجهة وأنهم قادرون على أن يكونوا جزءا من المجتمع الدولي وبرغم وجود المشاكل الاقتصادية والسياسية وهي نتيجة مشاكل مرة فيها العراق بعد التغيير ونتيجة اشكالات سياسية وأمنية واقتصادية وتدخلات خارجية ووجود قوات أجنبية محتلة كانت لها ربما آثار سنبية على الحالة العراقية ولكن العراق بدأ يعود بدأ ينهض لديه أموال ولديه مواطنين أذكية ولديه عباقرة ولديه كفاءات ولديه من يرغب بالعمل وبرغم وجود بعض الرحاصات بعض المشاكل بعض الخلافات السياسية وشات نظر مختلفة متعددة لا يمكن أن تحال يمكن أن تأخذ مداها في وسائل التواصل الاجتماعي في القنامات الفضائية في الندوات في المؤتمرات ولكن عموما العراق يعود السيد همام أو العفن وأنا أقول لها شوية عيد كلمة السيد وإن شاء الله وسيد سماحة الشيخ همام حمود الرئيس المجلس الإسلامي الأعلى أكد أيضا على أنه دور الصحافة العراقية في دعم السلم الأهلي وفي دعم الاستثمار وفي دعم قطاعات المعرفة وقطاعات التواصل بين المجتمعات العراقية المختلفة والمكونات الأساسية لهذا الشعب مهم وحيوي وضروري وأن وسائل الإعلام يمكن أن تأخذ مداها وكامل دورها في حال أنها أنضجت خطابة موطنيا يرعى المصلحة العراقية العامة ويوحد بين الطوائف والقوميات والأقليات والجغرافية العراقية والمجتمع العراقي بكل فصائله والتنوعه الثقافي والمعرفي وبذلك تكون الصحافة العراقية الشريكة فعلية في صناعة القرار وفي تنوير الرأي العام وتكون مثمرة في علاقتها مع السياسيين مع المجتمع السياسي لأن الصحافة تلتقي مع الجميع أشراك مع السياسة ومع صانع القرار وتحديدا مع مؤشرات الإداءة الحكومية المتنامية دكتور علي هنا نتحدث عن الصحافة العراقية لما تكون مسؤولة عن تفضيل هكذا أضواء على مساحات المنجزات هل هذا الموضوع سيعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي ومن ثم نلاحظ أن مجسات الاستقرار بدأت واضحة عندما أخذت الصحافة دوها نعم هذا ما أردت أن أشير إليه بأن للصحافة والإعلام دور مهم في نقل الأرقام والوقائع لكي بالنتيجة تؤثر على مواقف وتصرفات سواء كان أبناء الشعب العراقي أو مواقف من الدول الإقليمية والدولية نعم الصحافة عندما تكون مرآة عاكسة للواقع وتنقل الصورة بحيث لا تذهب بالحقائق ولا تزيفها سيترتب على ذلك نعم مواقف من خلال تبني حالة اعتماد هذا النظام السياسي وأنه نظام خادم لأبناء الشعب العراقي سيكون هناك نوع من الثقة المتبادلة أنا أحيلك إلى بعض الظواهر التي عاشها الشعب العراقي وقد أشار إلى بعضها سماحة الشيخ محمود في المؤتمر الصحفي على سبيل المثال زيارة الأربعين المليونية لاحظ كيف أن عشرين مليون إنسان يقوم أبناء الشعب العراقي بخدمتهم بهذه الطريقة الكبيرة حقيقة هنا نشخص أن الإعلام لم يكن بالمسؤولية التي تنسج مع هذه الظاهرة المليونية إلا أن الشعب العراقي بحضوره بتفانيه بكرمه قد فرض وجذب حتى الإعلام العالمي لكي ينقل هذه الصورة الواقعية كذلك حالة كما أشرت خليجي خمسة وعشرين هذا كله يدفعنا إلى أهمية وخطورة الإعلام من هذا نذهب إلى المنجزات التي أصبحت ملموسة اليوم يعني نحن من 2003 إلى 2023 نعم لا يشك أحد بأن هناك حالة من التأخر في تقديم الإنجازات هناك نقاط ضعف هناك بعض الخلل أصاب في الجسد الهيكل الإداري للدولة ولكن إلى جم ذلك هناك إنجازات هناك على الأرض يعني من الممكن أن يشاهدها المواطن قدمت الحكومة قدم النظام السياسي الجديد هذه المساحة من الحرية أولا فضلا عن أرضية سواء كان قانونية دستورية إدارية تؤهل أن يكون العراق في تقدم في هذه المسألة كل هذه الأمور حقيقة إذا لم يكن للصحافة والإعلام دور في أن تنقل الحقائق كما هي هي ستكون يعني في معزل عن الواقع عن أبناء الشعب العراقي بل ستكون يعني ناقل الرسالة السلبية وسيئة في هذه المسألة لذلك هنا يعني يأتي الدور السياسي من خلال هذه الزيارة لسماحة الشيخ همام حمودي وهو من صناع القرار في هذا النظام السياسي الجديد لكي يعضد ويؤكد أن العراق القائم على الدستور وعلى القانون يحمي هذه الصحافة الحرة ويسعى إلى تمكينها وهذا التمكين حقيقة منه جانب تشريعي من خلال سن قوانين تحمي الصحافة وتحمي الصحفين وخصوصا الشهداء منهم وعوائل الشهداء وتمكينهم ونحن استمعنا إلى السيد النقيب أن هناك رعاية لهذه المسألة فيما يخص الجرحى الصحفيين إذا ما كانوا بنسبة 30% فلهم قطعة أرض إذا ما كانت النسبة أكبر فلهم كذلك راتب شهري فضلا عن دعوتنا في المجلس الأعلى إلى تمكينهم بقضية تطوير أداءهم في عملهم الصحفي والإعلامي بالإضافة إلى كل ذلك أستاذ هادي وحضرتك أيضا معروف بعدم المجاملة نتحدث عن لما يكون هناك تغافل عن مراقبة الأداء الحكومي مثلا أو استخدام الصحافة للتسقيط السياسي والتسقيط الوظيفي بأن ننتقد لكن مقابل هذا النقد هو صفقات فساد لما تأخذ الصحافة دورها في إلاء البرنامج الحكومي إسناد الحكومة وإسناد الدولة بشكل فاعل فهذا لا يعني بطبيعة الحال التغافل عن الثغرات والأخطاء لكن بجانب إصلاحي وتكبير أو بقعة ضوء على هذه المؤشرات حتى نستطيع معالجتها بسهولة طبيعة التشكيل السياسي بعد عام 2003 والتنوع في الانتماءات السياسية القومية العرقية الطائفية وجود تنظيمات إرهابية مسلحة مشاكل اثرت الحالة العراقية واثرت في مسار الأحداث وفي الأداء الحكومي في أداء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قطاعات من الشعب العراقي أوذيت تعرضت إلى التهميش كانت في السابق قبل عام 2003 تعاني ونتيجة لمضاعفات الوجود الأجنبي وكذلك المشاكل السياسية والأمنية عانت أكثر بتالي هذا قوض فكرة أن نحصل على صحافة متكاملة يعني على المستوى المهني وعلى المستوى الأخلاقي ونقول أنها صحافة مثالية بالتمام هذا الأمر من الصعب الجزم به ولا أحد يريد أن يدخل في هذا لأن الناس تعي الحقيقة وتعرف من الذي يدور وبالتالي رسالتنا سواء كان نقاب الصحيف العراقي أو مؤسسات إعلامية أو خبراء أو نقاد أو إعلاميين مهنيين وشخصيات مجتمعية وأطياف من هذا المجتمع تدعو إلى رسالة إعلامية واضحة مهنية صريحة صادقة وتصلح ما يجري لا أن تكون طرفا في نزاع سياسي وأن تعمل على التصبيط هناك من يستلم ملفات ووثائق لكي يسقط هذا السياسي أو ذاك وبالتالي ربما يضغط باتجاه أن ترسل له الأموال في سبيل أن يشترى سكوته عن هذا السياسي أو عن ذاك أو عن هذه المؤسسة هناك ربما مؤسسات إعلامية بالكامل تعيش على حالة من الحصول على الأموال ومحاولة ابتزاز السياسيين وابتزاز مجتمعية حتى هناك ناس تكتب ربما في الإعلام من أجل أن تبتز وأن تخيف ناس تنشر بعض الوثائق ناس حتى تقدم برامج وربما حتى تستغل هذه البرامج من أجل الحصول على عقود على استثمارات على منافع شخصية على منافع لجهات أخرى هذا الأمر محزن للغاية ولكن هو طبيعي في الحالة العراقية لأن هذه الحالة بنيت عام 2003 بطريقة لم تكن كما قلت مثالية وكانت تعطي فرصة لأطراف وجهات عديدة أن تكون مؤثرة وفاعلة وبالتالي زمان الأمور فقد من يد الدولة لأن الدولة كانت ناشئة عام 2003 ولم تكن هناك نخبة سياسية قوية وتفرض حضورها وشروطها على اللعبة وبالتالي تمنع ذلك القرارين أيضا لم تطبق بالطريقة الجيدة أيضا حصل التداخل بين حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة والمنظمات الدولية وما تطالب به وما تفرضه من الشروط في إطار مفاهيم الليبرالية الغربية وانسياق بعض الشخصيات الصحفية في العراق والمدافعين عن الحريات إلى هذا النمط من العمل الذي يسمى الليبرالي أو حرية التعبير أو نمط غربي في إدارة شؤون الصحاف والإعلام والحريات جعل هذا نوع من الترف الفكري خاصة ونحن نعيش في مجتمع شرقي مجتمع تحكمه تقاليد وعادات وأفكار وديانات عمرها آلاف من السنين وليست عشرات من السنين يعني ما نعيشه من تقاليد أكبر من عمر الحضارة الغربية التي تريد أن تفرض شروطها علينا وبالتالي هؤلاء الأخوة والأصدقاء والزميلات والأعزاء ربما فقدوا البوصلة لأنهم رموا كل كراتهم في السلة الغربية وتصوروا أن الغرب سيكون جزء من معادلة أستاذ هذا متصل الحضاري بقي حاضرا في هذه المعادلة أستاذ علي يعني عندنا لما نمتلك حضارة ونمتلك إرث وثقافة متجددة هنا نشير إلى ما تحدث به سمحت الشيخ اللي شدد على أهمية دعم الملاكات الصحفية من خلال دورات ونشاطات بما يرفع من كفاءة الصحفي وهذه الحقيقة أنه أعتبر المسألة الشخصية لحضرتك نعم هذه المسألة حقيقة مما تدعم وتدفع بتطوير وتمكين الصحافة والصحفيين كما تفضل أستاذ هذه يعني بعد 2003 لعله الساحة وانفتاحها وعدم وجود مؤسسة حاكمة واضحة في إدارتها واستيعابها للعمل الصحفي والإعلامي جرى الساحة إلى حالة من تتجاذبها يعني السقوة أطراف داخلية خارجية إلى ذلك لكن من المهم هنا أن نشير إلى أن اليوم بعد هذه التجربة وهذا النضج في الإدارة والممارسة نجد أن القضاء العراقي حاضر وحازم في فصل هذه الأمور يعني نعم هناك تداخل في قضايا تتعلق بحرية التعبير الحق في الوصول إلى المعلومة مع الثابت الذي ذكره الدستور في المادة 38 بالتزام من نظام العام وهذه المسائل نجد أن القضاء حاضر في هذه المسألة هذه مسألة مهمة أحببت أن أشير إليها في قضية تمكين الصحفيين نعم بإضافة سن القوانين وتشريحها وهذا ما ذكرنا يجب أن نعمل ونذهب باتجاه تدعيم طاقات الصحفيين والارتقاء بأداءهم وتمكينهم لذلك أشار سماحة الشيخ وكان حريص في جولته في مبنى الصحافة أن يسأل هل تقيم الصحافة نقابة الصحفين دورات تتبنى تطوير أداء الصحفيين هل تدعون من اتحادات دولية لتطوير هذه المسألة من المهمة بمكان وحريص حقيقة المجلس الأعلى أن تكون الأسرة الصحفية في هذه المساحة من الاهتمام بتطوير أداءهم وتمكينهم من حيث أن تكون معايير عملهم الصحفي والإعلامي على الأرض بمستوى يليق بأن يكونوا فعلا سفراء صادقين ومؤتمنين لنقل الصورة لكي يكون كما أشار الأخ العزيز أن الوضع السياسي والوضع الاجتماعي كما هو نعيشه نحن نعيش بين الناس ونعلم أن هناك تعايش سلمي وأن هناك تغير نحو الأحسن ولكن عندما نسمع في الإعلام أكس ذلك فهذه الرسائل السلبية ستؤثر وكأنها ترجع بنا خطوات إلى الوراء لهذا دور الصحافة الحرة ودور الإعلام الحريص على نقل الصورة كما هي مهم جداً ونحن حريصون على أن يكونوا كذلك وتطويرهم وتمكينهم أشكرك شكراً جزيلاً دكتور علي الدفاعي المتحدث في اسم الجسل على الإسلام العراقي أفريط الحوار في هذا الملف وشكراً جزيلاً الله يخليك رئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين العراقيين نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبديل عن الحلول الفردية بل حتى الحلول الثنائية لأي درجة برأيك يمثل انتقال نوعية في مسارات الحل خير عليك أستاذ وكل متابعكم الكرام وأشكر دعوتك الكريمة شكراً جزيلاً حقيقة هي عبارة أنه أولاً المياه حق من حقوق العيش وهي حق من حقوق الإنسان والقانون الدولي أجاز أنه لا سيادة على المياه هذا جانب جداً مهم لكن بنفس الوقت أنه هذه مو حق مطلق أنه تتصرف به تعرف بعد ندرة المياه وزيادة الطلب على المياه وزيادة الموارد البشرية هذا أصبح ينظر الكرة الأرضية بكثير من يعني اليوم نتحدث اليوم عن ارتفاع نسبة المجاعة عن ارتفاع نسبة التصحر عن الهبوط بالمستوى الغذاء العالمي مشاكل كثيرة هي كلها بسبب ندرة المياه إذن المياه هي سلعة مهمة جداً يجب الحفاظ عليها لكن نلاحظ للأسف الشديد يعني هناك نزاعات يعني ربما هناك أكثر من 60 نهر بالعالم هي مشتركة بين دول أو أكثر من دولة وهناك أكثر من 20 دولة تلاحظ هذه كلها تقع ضمن حوض أو عدة حوض هناك نزاعات بعضها كانت حلت عن طريق المبادئ القانوني الدولي وبعضها مثل العراق لا يجال للأسف لحد هذه اللحظة الملف في العراقي يخضع لتعثر كبير ولا توجد لحد هذه الآن اتفاقية تكون مزيمة لدول المزاة لأطاع حصص العراق طيب وفقاً لهذه المعطيات ساتحسين يعني نتحدث هنا عن المشاركة الدولية في مؤتمر بغداد للمياه بنسخته الثالثة أسأل حضرتك يمكن معها القول أن الحوار مع الدول المتشاطئة بعد المؤتمر سيكون ليس كما قبل المؤتمر بمعنى أن هناك نشير إلى أن وفداً من وزارة الموارد المائية راح يزور هذه الدول هل سيغير شيء؟ حقيقة يعني ملف المياه للعراق وسلمها يعني مراحل حارجة جداً للأسف في الواقع بدأ يترك أثر سلبي جداً كبير يعني نحن قطعنا شرط كبير من المفاوضات وأيضاً من عملية حسن الجوار وكذلك أيضاً هناك ملفات كثيرة كان العراق مبادر بها خاصة تذكر زيادة سيد رئيس وزراء الأخيرة إلى تركيا يتكلم عنه أن الملف الأمني العراق لا يسمح الاعتداء على تركيا من أراضي قصد البككة وبنفس الوقت قال هناك تبادل تجاري يصل إلى 24 مليار وتحدث عن الحقوق التاريخية يعني هذه كلها رسائل مطمئنة عن حسن الجوار لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لا توجد مبادرة لاحظ دائماً وبالذات الجانب التركي أن حضورها للمؤتمرات هي فقط من باب رفع العتب هذا المؤتمر الثالث للمياه ولحد الآن تركيا لم تفي باتزاماتها مع العراق اليوم نتكلم صحيح أنه مسألة المياه اليوم شحة عالمية صحيح هناك أيضاً شحة في دول المتشاطئ لكن هناك في وقت الجفاف أن يكون التقاسم بالضرر نحن الآن أيضاً يعاب على العراق أنه كان يجب أن يذهب إلى لجنة تخصي حقائق لتكون وقائع ممليئة ما هي الخزانات الموجودة في دول الجوار كم هو الخزين الخزين بالعراق أصبح شبه فارغ العراق الآن حقيقة يتعرض الموجة الصعبة وخاصة أنه التطرف المناخي الذي أدخله من خمس دول ربما سيكون من الدول الأولى في عملية الهشاشة بسبب أزمة المياه نتكلم عن قطع تام نتكلم عن جفاف نتكلم الآن نحن مقبلين على صيف صيف حقيقة لربما سيكون الأقصى النظم الأيكولوجية الآن فارغة سيزيد من ارتفاع درجة حرارة الأرض سيزيد من عملية التصحر ستزيد عندنا الحاشرات والآفات سيكون هناك أمراض الهجرة في تزايد مستمر نتكلم عن أمور خطرة جدا نتكلم اليوم مسألة الجفاف مسألة خطرة جدا تدعياتها بدأت تكون سريعة لكن المؤتمر اليوم المؤتمرات بصورة عامة تحدثت قبل فترة من منبرك قلت هذا يجب أنه صحيح حتى في بعض الأحيان يتم تفخيم الأمور كون أنه الغالة منها التحذير من القادم يعني الخاصة قلت لك اليوم نتكلم عن مسألة ندرة بالنسبة للمياه وهذا التهديد ليس فترة معينة العراق مهدد لعام 2030 وربما أكثر نفس الوقت الحديث أيضا عن العراق باستخدامات غير صحيحة بالنسبة لإستخدامات المياه لحتى اللحظة لا يوجد تطوير فعلا جدي أو نية جدية لهذا الملف أنا اليوم حتى سمعت كلمة السيد وزير الموارد المائية حقيقة عبارتين كانت متناقضة لديه أولا قال أن الحكومة وسيد دولة رئيس وزارة يدعم ملف يدعم الوزارة الموارد بشكل كبير وثم قال رغم أن التقصيصات لا تفي بخطورة الوضع وحراجة الموقف يعني هنا يجب أن تكون سياسة ثابتة يجب أن الكل يشعر بخطورة الملف لربما حتى إذا نظرنا هذا من بعد محلي ولكن كيف ننظر إلى هذه المسألة من بعد دولي خاصة وأن رئيس الوزراء وجه اليوم رسالة في مؤتمر المياه بأن إنقاذ دجلة والفرات يستدعي تدخل دولي شنو شكل هذا تدخل هل يقترب من أوراق الضغط الأممية هل سيكون تدويل قضية المياه العلاقات الدبلوماسيس تكون حاكمة كيف سيكون الأمر يعني بالحقيقة أنا أقول أن الخارجية كانت أن تنتبه قبل أكثر من شهرين أو ثلاثة كان هناك تصريح للأمين العام للمؤم المتحدة حينما قال العراق أو بلد النهرين مهدد من أن يكون بلد لا أنهر وعلى كل أن يقف في مساعدة العراق واليوم أيضا معاون الأمين العام أو مبعوث الأمين العام بالعراق أيضا تحدث قال العراق يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي أما اليوم السيد الرئيس وزراء عندما أطلق هذه النداء إلى يحتاج أيضا إلى تحرك وهذا التحرك يحتاج إلى دعم سياسي اليوم أستاذ الكريم يعني ليست هي على آتق رئيس وزراء اليوم الفاعل السياسي بالعراق كله مطالب بأن يكون أو يقدم الدعم الكامل للحكومة الماضية بهذا الجانب لاحظ اليوم يعني لا تزال المشاكل والعقد السياسية يعني السيد الرئيس الوزراء لربما يحاول أن يدفع متعاية وعرقل عليه ملف ثاني يعني يتكلم اليوم في بعض الأحيان يحتاج إلى تعديل وزاري وواجه مشاكل بالموازنة هذه كلها يجب أن تركن جانبا أمام ملف المياه لأن ملف المياه حقيقة وصل لمراحل حرجة نحن نتكلم عن مستقبل أجيال نتكلم عن واقع بدأنا اليوم الحديث عن مياه شروب الخطة الصيفية غير مؤمنة ربما في أصعب الحالات سيكون هناك توفير للبساتين ومياه الشروب إذن نحن طيب لما وصلنا لهذه الحرارة استاذ تحسين يعني تحدث عن اشتراط من قبل الحكومة في دعم الخطة الزراعية الشتوية هل هذه الخطة مشروطة باستعمال الفلاحين وسائل الرأي الحديثة هل يمكن تنفيذ هذه الرؤية الجديدة ضمن مسارات الإدارة المائية هذه الخطة تتكلم عنها سيد رئيس الوزراء تحتاج حقيقة إلى وقته ووقت ليس بهذه السرعة أيضا بنفس الوقت تحتاج إلى سياسة مختلفة لربما المقربين على سيد رئيس الوزراء عليهم أن ينتبهوا أيضا كان بدلا من أن نقول أننا سنفرض على الفلاح الفلاح الذي لا يقوم باستعمال التقنيات الحديثة سوف يحرم من الخطة الزراعية هذا سوف يواجه مشاكل كبيرة كان يمكن أن نذهب إلى الدعم كان يمكن أن نستبدل هذه الكلمة نقول أن الفلاح الذي يستخدم تقنيات الحديثة سوف يستلم الدعم كامل مئة بالمئة ستكون استحقاقاته مباشرة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار نحن نبحث عن دعم وهذا لاحظنا هذا كان إلا نجاح ومردود خاصة إذا رجعنا بوقت المبادرة الزراعية عندما كانت هي تشجع للفلاح العراقي إذن اليوم أيضا نتكلم هذه السياسة ما تتطبق على المساحات الصغيرة الفلاح الصغير الذي يعتاش على المساحات الصغيرة اليوم نحرم مثلا باللغة الداجة أو بالعشر والعشرين دونم نحرم لأنه مناصب مرشة واللي يملك آلاف الدوانم أن هذه السياسة حقيقة يرادلها رؤية صحيحة أنه منثير حفظة الشارع هناك نسبة كبيرة من الفلاحين العراقيين من طبقات المجتمع العراقي تعتاش على مهنة الزراعة ولا يمكن مغادرة هذه المهنة ومغادرة هذه المهنة ستضيف عبء كبير على الحكومة أنا أقول يعني أنا قد وعيد الكلام أنه يجب دعم رئيس الوزراء نحتاج أنه حتى التخصيصات المالية التي تكلمنا عنها اليوم وتكلمنا عنها سادة الوزراء يعني هذا على عاتق اللجنة المالية على عاتق البرلمان على عاتق الفاعل السياسي أن ينتبه لحراجة الموقف أن لا يقيد الحكومة بملف المياه يعني بمصطلح آخر ليكون أقرب أن الخطورة الموقف لا تقل عن جائحة كارونا ولا تقل عن داعش الإرهابي طيب عندما كان هناك خطأ يهدد العراق تضافرت كل جهود ووقفت كل العمليات باتجاه فقط أنه يجب أن نخلص من هذا الوباء أو هذا الأدوان الغاشل إذن اليوم أيضاً ملف المياه ملف صعب بالدرجة الأساس نحن مطالبين بأصلاح الملف الداخلي لكي نقنع المجتمع الدولي الذي ينادي بأن هناك تعسف مع العراق نحتاج أيضاً إلى تطوير وسائل العيش يعني اليوم يجب أن نغادر هذه الوسائل الحقيقة المكلفة والمضارة إضافة إلى ذلك مسألة أنه هذا البطء وفقط المناشدات وهذه لا تجد أنا أقول لك أستاذ الواقع أسعد مرة مناشدات ومرة هذا بطء ومرة عدنا نمذج وتماهي معه على أقل دول مجاورة أستاذ تحسين يعني لو استخدمنا النظمة الحديثة في الإدارة المائية ونستفادين من تجارب الدول المتقدمة مرة ومن دول الجوار مرة أخرى لأي درجة راح يرفع عن العراق مؤشرات الجفاف تصدر مستويات التأثير بالتغيرات المناخية اليوم حديث وزير الموارد أو وزير الرئي الإيراني كان حديث بهذا الجانب يعني الحديث دا دا يتكلم على أنه تطوير منظوماتي يعني يجب مغادرة هذه السياسة طيب ممكن أن ندخل استثمارات ممكن أن ندخل التجارب التي قامت بالجمهورية الإسلامية يعني اليوم هذا المؤتمر هو لعرض أبحاث لعرض تجارب لعرض استخدامات التي تستخدم بدول الجوار بدول المتجاطئة لكن هنا مسؤولية الداخل هنا مسؤولية الملف الداخلي أنا قلت كيف لنا أن نقلع المحكمين الدوليين ونحن نستخدم سياسة خاطئة بالنسبة للمياه بغض النظر عن هذا تطوير وسائل العيش هناك إرادات داخلية استخدام خزين من المياه الجوفية يجب أن يكون بالصورة الصحيحة إعادة تدوير المياه لرفع الملوثات إعادة مياه الصرف الصحي وتدويرها لاستغلال بالزراعة تحلية مياه البحر التي تكلم عنها دولة رئيس وزراء هذه مشاريع كلها أصبحت ملحة اليوم وأصبحت ضرورة يجب أن نذهب إليها يعني من نتكلم اليوم عندنا ساحل بالبحر موجود هذا ممكن أن نستخدمها تحلية مياه البحر أول شيء لتوفير المياه الشرب وخاصة ذناء بالنهر اليوم البصرة تتعرض تتعرض حقيقة لضرر كبير ارتفاع بالسرطانات بالأمراض بالأوبئة نسبة الملوحة ارتفعت بالأراضي غادرت الزراعة الصيف اللاهب بارتفاع درجات الحرارة الأهوار الآن اللي تتعرض كان اليوم نستغلها من المؤتمر الدولي أنه يجب أن مؤتمر بغداد الناشط المجتمع الدولي أن النظم الأيكولوجية أو تكلموا زي المؤاد المائية أن الأهوار دخلت محمية ضمن التراث العالمي هذا أيضا البند أعتقد السادس أو أجاز على دول المجرى تأمين حصص النظم الأيكولوجية لأن هذه المحمية هي ليست خاصة بالعراف نتكلم عن هجرة للطيور للتكاثل الحيائي نتكلم عن عمل أنه عملية احتباس وتفاع درجات الحرارة هذا يجب اللي نذهب إليه وما يتوقف على لجنة واحدة اليوم للأسر ما محددين نحن أولويات عملنا الثقل على وزارة الموارد المائية وأنا لست هنا مبرر لوزارة الموارد المائية لكن هناك من يتحمل في هذا الملف ملف مشترك يخضع لطاولة لطاولة كاملة يخضع لمسؤوليات كبيرة تبدأ من الوزارات إلى المحافظين إلى المواطن إلى منظمات المجتمع المدني اللي ما لها أي دور إلى اتحادات النقابات طيب ما فعلت هذا المؤتمر أو هكذا مؤتمرات بصورة عامة يعني مؤتمر دولي هل راح نصل من مخرجاته إلى اتفاقات ملزمة نبتعد عن الحلول الآنية اللي تتمثل بزيادة الإطلاقات المائية مرة ولكن بمرة أخرى تراجع هذه النسب بعد مدة يركض فيها الحراك الدبلوماسي والسياسي ونعود إلى من حيث بدأنا لا بالحقل المؤتمرات ما لها علاقة بالاتفاقات وما لها علاقة بالبروتوكولات وخير دليل لأنه اليوم نتكلم على أطلاق حصة 200 متر مقعب على حوض دجلة ولمدة شهر واحد فقط من تركيا إذن نحن اليوم نتكلم أنه لا توجد اتفاقات مفعلة أو هي ضمن لتطبيقها يعني نحن هذا الجانب اليوم جانب المؤتمر لا يبتعد كلها عن رسال رسالة أو تبادل الأبحاث والخبرات يعني اليوم كل الدول اللي موجودة عرضت عنظمتها عرضت طويلة شلون حلت مشاكلها؟ شلون واجهت أزمة المياه؟ كيف طورت الوسائل للاستخدامات؟ هذا اللي معروضة ممكن العراق أن يستثمرها العراق مدى يستثمر هذا الجانب؟ يعني اليوم نتكلم المؤتمر الثالث مؤتمر بغداد للمياه الثالث نعيد نفس العمل ونحن ما قدمناه شيء على أرض الواقع لحد هاللاحظة هذه وهذا أيضا يعود بسبب المشاكل الكثيرة يعني بدت الآثار نتيجة هذه المشاكل المعقدة والتعقيدات السياسية والتأخير في الحكومة تقرار الحكومات وبدت الآن تكون متسارعة اليوم حديث رئيس الوزراء عن مجلس السياسات الأعلى للمياه هو هذا اللي نبحث عنه اللي أنه ما يتعلق ما لا علاقة حقيقة بالتغير السياسي للتخابات تغير حكومات حتى تكون هناك مسارات واضحة ومهمة يعني إذا كان هذا الأمر متحقق فلربما تكون مسارات للحال حقيقية أشكرك لهذه الإثراءات الأستاذ تحسين الموسى والخبير الزراعي والمائي أتريت الحوار في هذا الملف شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى وشكري ووصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن متابعة في أمان الله